إذا لقيت نفسك في هالقارب معنات أنك أخليت السفينة لأسباب طارئة لكن أنت الآن في نص البحر كيف بتعرف عنك السفن المجاورة وكيف بتحصلك فرق البحث والإنقاذ لحسن الحب في طرق متعددة لإرسال إشارات الاستغاثة منها هذا الجهاز SART أو Search and Rescue Transponder السارت يتفاعل مع موجات رادارات السفن والطائرات المجاورة بالتحديد رادارات موجة الـ X-Band في حال استقبال السارت لموجة من رادارات المراكب المجاورة يبدأ على طول ببث إشارة على نفس الموجة تكون عبارة عن 12 نقطة متسلسلة تظهر عندهم على شاشة رادار الـ X-Band هذه النقاط راح تدلهم على التجاهك وكل ما يقربون منك النقاط بتتحول لأقواس لين ما تتشكل دوائر كاملة ومنها بيعرفون أنهم تقريبا وصلوا لموقع الجهاز الحلو فيه أنه يعطي إشارة أمل للناجين عن طريق هذا الضوء أو إصدار صوت يدل على وجود مراكب قريبة عند التفاعل مع راداراتها عندها بيكون وقت مناسب لهم من استعمال الإشارات النارية لتوضيح موقعهم وبالنسبة للبطارية الجهاز يعمل على وضع الاستعداد لمدة 96 ساعة وعند استجابته لموجة من رادارات المراكب يعمل على وضعية بث الإشارة التوجيهية لمدة 8 ساعات مهم أنه يتثبت بارتفاع متر فوق الماء لزيادة مدى اكتشافه ويكون بدون عوائق لعدم حجب الإشارة بهذه الطريقة السفن على حسب ارتفاع رادارها بتلقط الإشارة على بعد 5 أميال بحرية على الأقل ترجمة نانسي قنقر